أحمد الكردي من أشباب حزب التوحيد العربي الحمد لله الحزب يمثل مشروع فكري وطيار سياسي يعني يمكن مالوش أشباه كثير في الواقع السياسي فهو يمثل مشروع متميز شوية فهو اتجاه إسلامي بيدعو للوحدة العربية ووحدة الأمة العربية تحتى الرئيس الإسلامية وتحت يعني سوابة و هوية الأمة اللي هي أصلاً اجتمعت عليها الأمة من زبان فبالتالي كانت رؤية الحزب متميزة كتير جداً في هذا الإطار ورؤيته في التحرر الوطني ورؤيته في التحلص من التبعية والأمريكا والغرب والصحيونية العالمية برضو اللي تحاول تتغلغل في المجتمع المصري من خلال نظام وبرك السابق كده فالحمد لله يعني دلوقتي احنا عمشين في إجراءات تأسيس واخدين خطوات حمد لله يعني كويسة ولكن يعني يمكن الأخرنا شوية ان احنا مش بنعمل زي بعض الأحزاب التانية اللي هي بتشتري توكيلات والكلام ده لأحنا مشين خطوة بخطوة بقدر يعني انتشرنا ببين الناس بقدر وجود توكيلات بقدر وجود عضوية جديدة فيعني بنحاول نبني كيام بجد مش مجرد رقم بيتضاف وفلوس بتتصرف ومقرات التأمير طبعا احنا عارفين يعني الواقع عمل ازاي في الأحزاب القائمة على فكرة فلوس بس فالحمد لله الحزب يعني بيضم برضو عدد من القيادات الفكرية المتميزة جدا يعني مثال سوز محمد السخاوي والدكتور محمد مورو والمهندس عمر عزام وكثير يعني والسفير محمد والي ناس يعني شخصية عمّة وأفضل مما يعني يحملون هذا الخط اللي هي الوحدوي العروبي الإسلامي يعني فالحمد لله يعني واخدين خطوات كويسة في هذا الاتجاه والحزب يعني على في مصار التأسيس يعني حتى الآن ويعني مدلنا توجد في عدد من المحافظات والحمد لله يعني خطوات ماشية بالتراضي تأسي الحزب وكده يعني هو طبعا اللي هو الحد اللي أدنى بتاعهم اللي هو خمس تلاف توكيل تمام؟ نحن لسه ما وصلنا روش ولكن يعني في النهاية احنا يعني مش مستعجلين على الموضوع ده لأنه هو اللي كان مستعجل شوية عشان يقول لك نلحق الانتخابات أو كده لا لا احنا في النهاية دلوقتي كنا مشاركين في التحالف الديمقراطي للتنصيق بخصوص الانتخابات وبعدين نظرا لبعض الاشكاليات في التحالف الديمقراطي نسحبنا منه وبعد كده يعني الكتلة التحالف الإسلامي بتاع حزب النور عرضوا علينا الانضمام معهم وكده ولكن برضو لبعض الإجراءات الإدارية وكده ففضلنا ان احنا نسحب أصلا من موضوع الانتخابات وانن احنا في النهاية بقى موقفنا يعني موقف يعني ايه الدعم لكل القوى الإسلامية اللي نزلة أو الطيار الإسلامي مرشحين طيار الإسلامي يعني تعليماتنا الحزبية يعني بقى كل مجموعة في منطقة معينة تؤيد اللي هي مرشح طيار الإسلامي أو مرشحين الإسلاميين اللي عندهم في المنطقة ويبقى الموضوع ماشي بهذا الشكل يعني لكن احنا كالحزب ينزل في الانتخابات لأ يعني صرفنا نظر عن الفكرة دي وشايفين ان كده أفضل وكده يعني في النهاية احنا مش عايزين نكسر أصوات الإسلامي في النهاية يعني شايفين ان احنا كاتجاه إسلامي بيحمل مشروع يعني مهم وحضاري للأمة يعني يكفينا ان احنا نوصل أفكارنا وان احنا نبني كيان بيحمل هذا الفكرة احنا نبني كيان بيحمل هذا الفكرة